منذ بدأ الحوثيون تمردهم على الشرعية وسعيهم للسيطرة على اليمن لم يوفروا فرصة ليستغلوها لتحقيق مآربهم بما في ذلك استغلال الأطفال بتجنيدهم في القتال بشكل يخرق القانون الدولي بالطبع كان من هؤلاء من وقع في الأسر بيد قوات التحالف العربي في جبهات القتال ومسارح العمليات الحربية التي زج الحوثيون بهؤلاء الأطفال في أتونها وكبادرة لحسن نوايا سلمت قوات التحالف العربي الحكومة الشرعية اليمنية 52 من هؤلاء الأطفال على الحدود اليمنية السعودية بالتنسيق مع منظمات دولية منها الصليب الأحمر ومنظمة اليونيساف خطوات ينتظر في مقابلها أن يبدي الطرف الآخر القدر نفسه من حسن النوايا بغية التمهيد لإنجاح مشاورات الكويت المتعثرة منذ أكثر من شهر بسبب مماطلة وتملص الإنقلابيين لمناقشة هذا الموضوع معنا من الرياض رئيس مركز القرن العربي للدراسات سعد بن عمر أستاذ سعد مساء الخير كل عام وأنت بخير لافت هذه المسألة تسليم أطفال تم احتجازهم أو القاء القبض عليهم لأنهم كانوا يشاركون في العمليات القتالية زج بهم الإنقلابيون في أتون هذه المعارك ما المتوقع في المقابل برأيك من الطرف الآخر الآن الحديث عن إطلاق الصراح الصراح للمعتقلين والسجناء والموقفين يتم الحديث عنه منذ فترة طويلة ولكن على ما يبدو لم نلمس الكثير قبل بداية شهر رمضان أهلا بك ومبارك عليكم الشهر والمشاهدين الأفاضل بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة للمتتبع للحركة الحوثية وعلي صالح يجد أن هناك الحقيقة ضبابية في التجاوب من قبلهم فنحن لو عدنا قليلا ولو سمحت لي في كلمتين تقريبا من عام 17 فبراير 2011 حتى الآن والمملكة ما زالت تقدم المشروع تلو الآخر في سبيل استقرار اليمن وسلامة أهله ولكن ليس هناك من تلك الفترة حتى الآن ما يدل على أن علي عبدالله صالح والحركة الحوثية لديهم نوعا من الانفتاح على السلم والسلام وعلى مراءة المواطن اليمني لأن العارف بأمور اليمن المواطن اليمني ليس لديه اعتراض أو احتجاج في أي تصرف سيء من قبل علي عبدالله صالح أو الحوثيين ولدينا إصرارين إصرار من المملكة على المضي في تقديم مبادرة الخليجية المساعدة في الحوار الوطني القائم في الذي قام بعد 11 أو 17 فبراير حتى توج بالاتفاقية في نهاية 2012 دعت المملكة قبل عصفة الحزم دعت جميع القوى السياسية بما فيها الحوثي والمخلوع صالح بدون استثناء لم تستثني أحدا من الشعب اليمني من القوى السياسية المتواجدة دعتهم إلى مؤتمر في الرياض فلم يربي أحد ما زالت المملكة تلبي وتضع خطوة تلو الأخرى والحقيقة أنا إطلاق الـ 52 طفل كانت في مكانها لأن الأمم المتحدة كانت تقول وتتهم دول التحالف بأنهم يستخدموا الأطفال أو يضايقوا الأطفال أو ينتهكوا حقوق الطفل فالحقيقة كانت مبادرة جدا رائعة من صانع القرار في المملكة العربية السعودية أنه في هذه اللحظة يعني يري المجتمع الدولي أن لدينا تفضلوا هذه على الجبهة السعودية فقط بغض النظر هذه الـ 52 طفل هم من الناس الذي نشاركوا في الهجوم على الحدود السعودية في الجنوب ابتداء من الموسم وحتى نجران لكن الأطفال المصائب الأعداد الكبيرة التي لم يكشف عنها هي التي تشترك في تعز سواء من قبل الحوثي أو أطفال يمنيين ينصابون من قبل الحوثيين أيضا وعلي صالح في تعز وفي الجوف في جميع الأماكن الثانية ولكن اسمح لي أيضا أقول لك هنا شيء تقريبا أول مرة أقوله أو يمكن أن حتى لم يكن معلوما للجميع أن علي صالح عام 2004 قضى على ثلاث قيادات من الحركة الحوثية كانت الحركة الحوثية تصر أن عام 2005 يكون بداية انطلاق الدولة الحوثية قضى على حسين الحوثي الذي هو رئيس الحركة الحوثية وقضى على مجاهد أبو شوارب الذي هو رئيس قبيلة من حاشد يعني الرجل الثاني بعد عبد الله بن حسين الأحمر في حاشد ويحيى العكيمي رئيس قبيلة من أستاذ حسن معلومات مفيدة ومعروف أن النظام السابق نظام علي عبد الله صالح دخل في عدة حروب مع الجماعات الحوثية ولكن دعني أعود إلى مسألة حسن النواية وبادرات حسن النواية يعني إطلاق صراح أو الإفراج عن هؤلاء الأطفال من قبل التحالف العربي لافتة أو بادرة جيدة وربما تطرح التساؤل أنه ماذا يفعل هؤلاء الأطفال أصلا بحمل السلاح والمشاركة في هذه العمليات العسكرية ولكن جيد أنه تم الإفراج عنهم منظمة اليونسيف تقول أنه تسعمائة طفل قتلوا وألف وثلاثمائة أصيبوا خلال الصراح العام الماضي عام 2015 وهناك أيضا تقارير كثيرة تشير إلى أن الأطفال يعني من الشرائح التي تدفع ربما أكبر الأثمان في هذا الصراع ولكن دعني أعود إلى ما الذي يتوقع الطرف الآخر من مبادرات لحسن النوايا الآن هناك مشاورات تجري في الكويت منذ حوالي لا أعلم شهرين تقريبا أو أقل بقليل ولكن ليس لا يوجد هناك تقدم كثير ومع ذلك طرف الحكومة الشرعية يصر على البقاء برأيك إلى متى يمكن أن يستمر الطرف الحكومي بهذا الموقف إذا واصل الحوثيون وحلفاؤهم الإصرار على هذه المماطلة ليس أمام الشرعية سوى خيار وحيد الذي هو تقوية الجيش اليمني وإعداد القوات المقاتلة فكل الحالتين سواء ننصاع الحوثي والمخلوع للمفاوضات فهذا شيء طيب إن لم ينصع فالقوات التي تمسك الأرض هي المطلوب الآن إيجادها ولكن مسألة أننا نوهم أنفسنا سواء في قوات التحالف أو في الشرعية اليمنية أن الأشخاص هؤلاء لديهم رغبة في السلام أنا قلت لك في البداية أنهم لا يراعون أي مراعاة للمواطن اليمني بحيث أنهم صعدة كم توفي منها حتى الآن سوى من الأطفال أو من الشيوخ أو من النساء أو من حتى المشاركين على الجبهة وأنت رأيت أعمار الأطفال الذين أطلقتهم من المملكة العربية السعودية يعني ليس هناك أي اعتبار للإنسان اليمني لدى الكوتي والمخلوصات أعماره تتراوح بين 8 أعوام و 17 أعاما 8 أعوام إلى 17 أعاما لك أستاذ مهند أن تعلم أن هؤلاء هم من استطاعت القوات السعودية القبض عليهم في الحدود فما بالك من المتوفين نتيجة إطلاق النار من قبل الجانبي وأمور كارثية في اليمن لا يعلم حدودها إلا الله لكن الشرعية ليس لديها أمام إلا خيار تقوية الدولة اليمنية الحديثة فعندما ينصاع المخلوع تكون الدولة قوية وعندما لم ينصاع تكون الدولة قوية في كل الجانبين لذلك ليس أمامهم سوى التنظيم الدقيق واختيار القيادات الصحيحة في جانب الشرعية وعدم الانصياع أو الترك الفرصة لبعض القيادات المموجة التي أحيانا يوم معك ويوم عليك لذلك الجيش اليمني لابد أن يبنى بناية قوية تستطيع إن أنصاع المخلوع صالح والحوثي فهم شاء في الأخير وفي البداية هم شعب يمني لابد أن يكونوا ضمن الشعب اليمني وهم مكون سياسي والمملكة العربية السعودية تعترف بهم منذ البداية وحتى الآن أنهم مكون سياسي ولا يمكن أن يلغون من على الأرض اليمنية ولا يمكن أن يسلبوا حقوقهم ولكن المشكلة في أنهم لا يريدون هذا الشيء يريدون أن يسيطروا على كل شيء وأن يتركوا الجانب اليمني الآخر من دون أي حقوق وهذه هي الكارثة التي عندما يكون عدوك جاهل لا تستطيع أن تتصرف معه ولكن إذا كان عدوك عاقل تستطيع أن تعطي معه وتأخذ في المملكة العربية السعودية ما فتأت تعطي المبادرات سواء بالدعم المادي أو المعنوي أو استقبال مبعوث الحوثي أو استقبال حتى علي عبدالله صالح استقبلت المملكة أكثر من مرة بعضا من المسؤولين في المؤتمر الشعبي العام الذين لم ينضموا إلى مؤتمر الرياض ومع ذلك نبقى نقول أن عدونا جاهل لا يعرف مدى ما يعانيها الشعب اليمني ومدى ما يتصرف فيه من إماتها للأطفال وجوع وفقر يعني الدولة الآن صار لها سنة تقريبا معدمة متوقفها المشاريع التنموية فيها متوقفها الطرق متوقفها الجسور متوقفها الكهربا متوقف كل شيء وهو لا يعي ولا يراعي حرمة هؤلاء الناس وأيضا في شيء آخر أن المجمل أو معظم الناس المشاركين في الحركة الحوثية هم من صعدة والمناطق الشمالية الذين أيضا لديهم التعليم معدوم ولا يعرفوا حقوقهم وواجباتهم التي يجب أن يحصلوا عليها من الدولة لذلك تجدهم أكثر الناس ضحايا في هذه الحرب أود أن أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات كان معنا مباشرة من الرياض شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة